السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتكم دائما بكل الخير ما هو الشوفان؟ وهل الشوفان يساعد في زيادة الوزن أم في إنقاص الوزن؟ الشوفان أو الخرطل هو نبات عشبي من الحبوب والجزء المستخدم في الشوفان هي البزور وتستخدم كغذاء للإنسان أو الحيوان الشوفان غني بمعادن زي الكالسيم والبوتاسيم والمغنيسيم والزينك والنحاس أيضا الشوفان يحتوي على فيتام بي وان ويحتوي على الحديد والفوسفور كما يحتوي على النشاة هل الشوفان بيساعد في زيادة الوزن أم في إنقاص الوزن؟ انتشرت معلومتين بين الناس أحدهم أن الشوفان بيزود الوزن تانية أن الشوفان بيساعد على إنقاص الوزن لدرجة أن البعض بيظن أن هناك نوعين من الشوفان الحقيقة أن الشوفان نوع واحد لا ينقسم إلى نوعين ولكن نفس الشوفان ممكن يزود الوزن وممكن يساعد في إنقاص الوزن طب إزاي؟ تأثير الشوفان على الوزن بيكون حسب كيفية ووق تناول الشوفان وده اللي هنوضحه تناول الشفان لزيادة الوزن او للتسمين الشفان مفيد في زيادة الوزن بطريقة صحيحة لانه غني بالكربوهايدريت والبروتينات كل مية جرام من الشفان بتحتوي على ربعمائة سعر حراري ده بيجعله اختيار صائب في دراجه في البرنامج الغذائي لزيادة الوزن هنحضر برنامج غذائي متوازن حسب الوزن وحسب الوزن اللي احنا نرغب الوصول اليه وندرج الشفان في النظام الغذائي على الاقل مرتين في اليوم ويكون النظام ده غني بالسعرات الحرارية ونحرص على تناوله في المساء عند الانتهاء من النشطات اليومية عند تناول الشفان في المساء يمكن للمغذيات المتواجدة فيه ان تساهم في بناء العضلات ايضا حيث يتم تخزينها في الجسم وعدم استخدامها لاننا مش بنقوم باي نشطات في الليل تناول الشفان للتخسيس او لانقاص الوزن حسب دراسة علمية موصوقة فان الشفان من بين المأكلات اللي بتسبب الشعور بالشبع بسرعة حيث يحتوي الشفان على البيتا جولوكان وده انصر مهم لملء المعدة والاحساس بالشبع ومن هنا يمكننا ان احنا نستنتج ان الشفان بغرض التنحيف او التخسيس ما هو الا من خلال الشعور بالشبع وملء المعدة لعدم تناول مأكلات زيادة كما ان الشفان بيوفر للجسم كل ما يحتاجه من مغذيات ولذلك تقليل الوجبات او تقليل كمية الوجبات لن يسبب تعب او شعور بالدوار ولن يضر بالجسم لكن ينبغي ان نعلم ان الشفان لوحده مش بيخسس الشفان بيدخل ضمن منظومة كاملة للتخسيس ولا يكفي واحده للتخسيس يجب الحرص على تناول الشفان في الصباح قبل البدء بالنشاطات اليومية يجب القيام بنشاط رياضي لا ينبغي تناول الشفان بالليل لمن يرغب في التخسيس لان الشفان لو هناخده بالليل هيزود الوزن الخلاصة ايه؟ الخلاصة ان الشفان هو نبات يصنف من الحبوب وهو غني بالمغذيات وفي نفس الوقت يسبب الشبع ويدخل الشفان في النظام الغذائي لزيادة الوزن او لانقاص الوزن الفرق انه بيزود الوزن اذا تم ادراجه في برنامج غني بالسعرات الحرارية وتم تناوله مرتين في اليوم خصوصا في الليل بينما يساعد على انقاص الوزن اذا تم تناوله في الصباح مع ممارسة الرياضة ونظام غذائي معتدل او فقير من السعرات الحرارية وبكده فيديو النهاردة يكون خلص اتمنى يكون الفيديو عجبكم اذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش في لايك للفيديو واللي بيشوفنا الاول مرة فضلا وليس امرا اشترك في القناة ويفعل زل الجرس علشان توصلوا دايما فيديوهاتنا الجديدة ويريتني شارك الفيديو علشان توصل المعلومة لحد ممكن يكون محتاج لها شكرا جدا لكم على المشاهدة وربنا سعد دايما اوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته